يعطيكم العافية زميلات وزملاء هذا الفيديو الثاني من ملف الرسائل واللي رح يكون موضوعه كتابة المقدمة في رسائل العروض والإعلانات بالفيديو السابق نحن حكينا عن أنه رسائل العروض والإعلانات هن الأغلب لذلك وهذا هدف التصنيف أنه اللائلون مقدمة مشتركة خاتمة مشتركة وحتى جسم الموضوع اللائلون حلول مشتركة اسم القناة Deutsch ist eine Chance وأنا اسمي إسماعيل شامبور الحقيقة لو قرينا عديد من المقدمات منلاقي أنه المقدمة العامة لرسائل العروض تضمن معلومتين أساسيتين المعلومتين المتوفرين هنا المعلومة الأولى قريت الإعلان وين حقيقة غالبية المدرسين بغالبية كورسات يقولوا لازم تذكر وين قريته وغالباً بيكون موجود بالعرض فهي بتحطه هذه المعلومة الأولى طبعاً أنت قريت إعلان المنطقي تقول قريت الإعلان وراح تقول وين الطبيعي كمان أنك تحط شعورك بهاي القراءة ليش عم ترد له أنت أنت مهتم على الأقل أنت مهتم بهذا الإعلان بس عندك شوية أسئلة عندك شوية استفسارات فالمعلومة الثانية هي اهتمامي أو إعجابي بالإعلان إذن معلومتين أساسيتين ولكن أنا ممكن بهالمقدمة هاي كونه غالبية رسائل العروض اللي عم تجي نوى حتى غير رسائل العروض فيها سؤال أول ليش عم تكتب سبب الكتابة هو عم يسهل عليه عم يروح دور على حلول مشتركة المقدمة ممكن أن تحتوي على معلومة ثالثة هي الإجابة على السؤال الأول المعلومة الأولى خلصنا منها هي والمعلومة الثانية الثالثة هي لذلك أكتب لكم أنا ممكن أنهي بجملة صغيرة لكن رح أكون مضطر بالأسئلة الثانية أني أزيد عدد الكلمات أو مثل ما رح نعمل إن شاء الله لاحقا هالقسم هاد نطوره ونزيده بحيث يكون مطابق لغالبية رسائل العروض والإعلانات ويجاوب على السؤال الأول بتوسع فأنا باختصر من الأسئلة الثانية ممكن أضع كلمات أقل بالأسئلة الثانية إذن المعلومة الثالثة هي الإجابة على السؤال الأول لكن للحديث عن هذه المقدمة لابد من بعض التوضيحات القواعدية وهذه التوضيحات القواعدية إلى أكثر من سبب أولا أنه أنا حتى لو بدي أحفظ المقدمة فحفظ المقدمة أمر ما سهل لمجموعة من الرسائل عندك عدد من الرسائل تحفظ له المقدمة أمر ما سهل أنت تحفظها بلغة أخرى حفظ مقدمة وحفظ رسالة أصعب من معلقة شعرية بلغتك تحفظها بلغة أخرى الأمر الثاني إذا تعرفت على القواعد حتى لو بدك تحفظها صار أسهل عليك والأمر الثالث لما أنت تتعرف على قواعدها ممكن يصير أسهل عليك أنك تكتبها وهي رح تلزمك للي بده يتابع بمستويات تانية تلك كتبة هاي المقدمة لو كان هذا النص بدنا نكتبه بشكل أصلي بدون تبديل مواقع الكلمات من أول الفاعل بالأول قرأت إعلانكم باهتمام وموضوعنا رح يكون هذا القسم اليوم لكن هو نقل المفعول به إلى الموقع الأول والفاعل ظل بالموقع الثاني والفاعل راح للموقع الثالث زيش فيور إتباس انترزيرين يهتم بي أو مهتم بي طيب هو كتب هاي المقدمة حط المفعول به بالأول كيف أنا بدي أتعامل معها؟ قواعدياً هي مكونة من مفعول به بالأول وفاعل بالتاني بالموقع الثاني وفاعل بالموقع الثالث والحال في الموقع الرابع مت انترسي في ونهاية الجملة بارتت سي بتسفاي أو اسم المفعول وورا ما لازم يكون فيه شي طيب حتى نتعرف على طريقة كتابته لازم نتعرف على بعض الأمور القواعدية حد أدنى للجملة في اللغة الألمانية فاعل وفعل هذا الحد الأدنى لكن هدول الفاعل والفعل مرافقين لبعض ما بيتركوا بعض أبداً مرتبطين بسلسلة إيش؟ غاية هذا الفعل لا يحتاج لمفعول نقطة الجملة مكتملة قواعدياً خلصت الجملة إذن هذا الحد الأدنى للجملة لكن هدول ممكن يغيروا مواقعهم ويظلوا جنب بعض الفاعل صار يظل بالموقع الثاني هون لكن الفاعل راح للموقع الثالث إنما يظلوا مع بعض مرتبطين ببعض طيب أخلوا المكان بالموقع الأول وممكن الفاعل يروح للموقع الأول والفاعل بالموقع الثاني بهاي الحالة هون بشو بدي أعوض الموقع الأول راح أعوضه بكلمات السؤال وكونه سؤال في إشارة الاستفهام بالآخر وهاي مهمة لأنه نحن غالبيت الرسائل مثل ما قلنا فيها أطرح أسئلة لذلك لازم أتدرب على طريق الطرح الأسئلة ووحدة من وسائلها استخدام كلمات السؤال وما ننسى الإشارة طبعا مع بعض الفاعل ممكن يروح للموقع الأول وأطرح سؤال كمان عن طريقه إذن السؤال بواسطة الفعل كيس دو وإشارة استفهام طبعا لما تكون جملة من هذا النوع جوابها يا أو دا ناين بينما جملة من هذا النوع بدي أجاوب بجملة كاملة قواعديا بالفيديو السابق طرحنا مثالين فان فندد دير كورس اشتط قيمت الكورس باختصار هذا معنا وحطينا فان بالمقدمة واحدة من كلمات السؤال وإشارة السؤال بالآخر الاستفهام السؤال الثاني كان منزش أونلاين أن ميلدن هل يستطيع المر تسجيل نفسه عن طريق النت والفعل بالمقدمة اللي كان عندي مودال فيربن وفي فعل تاني هون عندي هالفعلين مهمين جدا بأفعال برسائل الكورسات إذن الفكرة الأولى فاعل وفعل مع بعض ممكن يغيروا أماكنهم لكن بيظلوا مرتبطين ببعض ما بيغيروا علاقتهم ببعض بيصير عندي طرح سؤال بالفعل أو طرح سؤال بكلمة السؤال وبتحتل الموقع الأول هاي الفكرة الأولى طيب إذا بدي أكمل بالجملة إيش فار بالرسائل أنت عم تخاطب طرف آخر هالطرف الآخر ممكن يطرح عليك أسئلة إيمتا لوين فأنت اختصرت وجاء وجوابت إيش فار هويت ناخ برلين أنا أسافر اليوم إلى برلين الزمن في الموقع الثالث هويت فاعل فعل لكن هذا الزمن إلوميزة إمكانية الانتقال إلى الموقع الأول الفعل يبقى في الموقع الثاني لكن هذا انتقل للموقع الأول والفعل راح للثالث شو فائدة إني أن أقوله للموقع الأول أول شيء تلك بتقول لي لا تحط لي بالجمل بمقدمة الجمل إيش 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 ورح نعرضها فهي واحدة من وسائل التخلص من إيش حطيت الزمن بالأول الأمر الثاني قد تكون المعلومة مهمة للطرف الآخر هو كان فيه سياق حديث بينك وبينه فأنت حطيت له الزمن بالأول عم توصل له معلومة الأمر الآخر لما تبدل مواقع معطيات الجملة أنت عم تدل الفحص على أنه قواعدك مرينة بأحد رسائل الاعتذار ممكن تكتب إذا سألك ابنك ليش ما إجعى عن مدرسة فاعل فعل زمن وممكن تغير الزمن للموقع الأول الفاعل صار بالموقع الثالث وقلنا لنفس الأسباب لكن الفعل يبقى في الموقع الثاني لاحظ أنه الفعل في الموقع الثاني والفاعل بيروح للموقع الثالث إذن بجملة القول جملة الإخبار الفعل دائما في الموقع الثاني طبعا قلنا بجملة اللي عم نطرح فيها سؤال الفعل بيروح على الموقع الأول إذن صار عنا معلومتين أحد الأدنى الجملة فاعل وفعل وبعدين إذا ضفنا الزمن ممكن ينتقل للموقع الأول لكن جملة من فاعل وفعل فقط ما بتعبر عن نشاطات الحياة الحياة بدأ فيها نشاطات كتير لذلك غالبية الأفعال في اللغة تحتاج لمفعول الأفعال لا تحتاج لمفعول قليلة جدا في اللغة الحياة بدها نشاط لذلك هوم نشوف إش هابا إيري أنتسايق قليزين عندي مفعول به هون فاعل فعل مفعول به ممكن استخدم البريتيريتوم إش لاز إيري أنتسايق وهدون مرتبطين ببعض لازن الفاعل لازن بالبريتيريتوم لاز هابا قليزين بالبيرفكت إش هابا إيري أنتسايق قليزين فاعل فاعل مفعول به والبارتتسيبتسفاي أو اسم المفعول هذا المفعول به مثل الزمن عنده إمكانية أنه ينتقل للموقع الأول وهذا مو بكل اللغات موجود إيري أنتسايق هابا إش قليزين إذا نقلت المفعول للموقع الأول الفاعل والفعل مرتبطين كمان رح يظلوا مرتبطين حتى لما نقلت الفاعل صار بالموقع الثالث لكن ظلوا مرتبطين ولنفس الأسباب اللي ذكرناها عن الزمن طبعا هون مثل ما عملت تلك نقلت المفعول به إلى الموقع الأول طيب بيبقى سؤال إذا عندي معلومات أخرى مثل مت انترس ام انترنت وإذا عندي كمان الزمن وين بوزعهم هدول بالجملة وين مواقعهم حقيقة هذا الجواب عليه رح يكون بالفيديو القادم لقيت هذا الفيديو رح يكون طويل لو كملنا بنفس المعلومات لهوني بنتهي هذا الفيديو شكرا لكم جميعا زميلات وزملاء إذا في ملاحظات ياريت تحطوها بالتعليقات ولا تنسوا تعملوا شيروا لايك إذا عجبكم الفيديو وشكرا لكم مرة تانية ترجمة نانسي قنقر